اليوم رح ناخد جمل بتحتاجوها لحتى تحكوا باللغة الألمانية ولكن حبي لكم انه بآخر هيدا الفيديو رح اعلن عن أسماء الفائزين بالكتب وهلأ رح نبق مع الجمل هلأ رح نبق مع أول جملة بمعنى أنا أطفط هذه المرة تماما معك شخص ما ينتظرك باللغة الألمانية شخص ما ينتظرك أما العكس إذا بدنا نقول إنه لا أحد ينتظرك منقول يعني لا أحد رأيت هذا الرجل نفسه في المدينة يعني إنه أنا شفت نفسه لهيدا الزلمة بالمدينة يعني مسلا رجعت شفته بمكان تاني وأنا عم قول إنه هيدا الزلمة أنا شفته هو ذاته بالمدينة إذا بدنا نقول باللغة الألمانية هو نشيط للغاية يعني لأقصى حد منقول طبعا كلمة بمعنى للغاية لأقصى حد كان الفيلم ممتع للغاية منقول بمعنى للغاية يعني كتير أكل الأطفال إلا ليزا باللغة الألمانية منقول دي كيندا هابن جيجسن أوصى ليزا عنا كلمة أوصى بمعنى إلا يعني الأطفال أكلوا إلا ليزا ما أكلت دي كيندا هابن جيجسن أوصى ليزا وعنا الجملة اللي بعدها بدنا نقول هو يعمل كل يوم باستثناء يوم الجمعة يعني هو بيشتغل كل يوم باستثناء يوم الجمعة بنقول عنا هون بمعنى باستثناء يعني فينا نقول مثلا وعنا الجملة اللي بعدها جدا مهمة إذا بدنا نقول إنه نحن بكرة بدنا نسافر إلا إذا تلجت يعني إذا تلجت ما رح نسافر فنقول عنا هون بمعنى إلا إذا طبعا كلمة جدا مهمة ولازم تكونوا طبعا تعرفوها وتكتبوها عندكم فالجملة كلها عنا يعني رح نسافر بكرة إلا إذا تلجت والجملة اللي بعدها عنا لقد أتيتوا إلى هنا مرات عديدة باللغة الألمانية منقول عنا طبعا كلمة مير مالس بمعنى مرات عديدة وهي كلمة جدا مهمة يمكننا أن نلتقي فيما بعد أو لاحقا باللغة الألمانية منقول يمكننا أن نلتقي فيما بعد أو لاحقا باللغة الألمانية منقول عنا هون كلمة بمعنى أنه منذ ذلك الحين وكلمة جدا مهمة والجملة اللي بعدها عنا إذا كان في شخص كبير بالعمر ولكنه إنه كتير نشيط يعني مثلا بيعمل رياضة وبعدنا نقول إنه صحيح هو كبير بالعمر لكنه كتير نشيط يعني صحيح هو كبير بالعمر لكنه كتير نشيط هو فعلها عن قصد باللغة الألمانية منقول عنا هون أبزيجليش بمعنى عن قصد يعني هو عمل هيدا الشيء عن قصد إذا بدنا نقول لشخص من الأفضل إنه تبقى هون منقول من المنتظر أن يصلوا غدا باللغة الألمانية منقول من المؤسف أن ترفض الدعوة باللغة الألمانية منقول من الصعب أن تقنعه بذلك باللغة الألمانية منقول يعني إنه تقنعه بهيدا الشيء إذا بدنا نقول البيت بعيد جدا من هنا باللغة الألمانية منقول يعني كتير بعيد يعني من هون إذا بدنا نقول هذا أفضل بكافير أو هيدا أحسن بكتير منقول هذا أفضل بكتير أو هيدا أحسن بكتير حتى ذلك الحين سأكونوا قد انتهيتوا من العمل باللغة الألمانية منقول بس دا هين فادي إش مدى أعبايت فاتش زين بس دا هين يعني حتى ذلك الحين فادي إش مدى أعبايت فاتش زين نحكوله نخلص شغل وهلأ صار وقت إنه اختار أسماء الفائزين بالكتب هيدا المرة رح اختار شخصين جاهزين؟ هلأ رح نشوف مع بعض ألف مبروك للأشخاص اللي ربحوا بالكتب وأكيد الأشخاص الباقيين بتمنى أنه بالمسابق الجي أنتوا كمان تربحوا لأن الكتب جدا مهمين بتمنى يكون درس اليوم عجبكم وتعلمتوا جمل جديدة ممكن تستعملوها بحياتكم اليومية أو إنه بشكل عام باللغة الألمانية بحاس إنه ممكن يجي وقت وتحتجوهن فلهذا السبب إنه لازم تحفظوهن تكتبوهن عندكم لأنه جدا مهمين وإذا عجبكم درس اليوم ما تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس لحتى يصلكم كل شي جديد أنا بنزله وبشوفكم بالدرس الجاية تشاو اشتركوا في القناة